السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في مقرر الهندسة الكهربائية Electrical Engineering معكم الدكتور عبد العزيز صالح السعيدي نواصل مع المحور الثاني Circuit Elements ونتعرض في هذا الفيديو إلى بقية الجزء الرابع Node, Branch, Loop and Mesh المطلوب في هذا المثال التطبيقي كم عندي من Branch وكم عندي من Node في هذا السيركت كما عرفنا أنه البرانش هي أي جزء من السيركت أي جزء من السيركت يعني العناصر الكهربائية داخل الدارة فنلاحظ في هذا السيركت كم عندي من فرع كم عندي من مكون كهربائي نلاحظ أنه عندي مصدر جود هذا هو العنصر الأول عندي المقاوم ستة أوم هذا هو المكون الكهربائي الثاني عندي المقاوم عشرة أوم وهو الفرع الثالث وعندي كذلك المقاوم أربعة أوم وهي البرانش الرابعة والمقاوم ثنين أوم وهي البرانش الخامسة وبالتالي يكون المجموع عندي فايف برانشز أما بالنسبة للنوت وهي العقدة الكهربائية وكما قلنا هي نقطة اتصال بين عنصرين كهربائيين أو أكثر يعني بين two branches أو أكثر نبدأ في احتساب النوت نلاحظ هنا أنه عندي هذه العقدة الأولى وكذلك هذه العقدة قمنا بجمع العقدة الأولى والعقدة الثانية في عقدة واحدة لماذا؟ لأنه ليس بين هذه العقدة وهذه العقدة ما عندي أي مكون كهربائي هو فقط السلك الكهربائي المتصل وبالتالي تكون هذه هي نوت كذلك هنا هذه نوت هذه نوت وكما قلنا أنه النوت تربط بين عنصرين كهربائيين بين هذا العنصر وهذا العنصر والآخر وقمت بجمع العقدتين في عقدة واحدة سميتها هذه النوت one عقدة رقم واحد هذه العقدة رقم اثنان وكذلك نلاحظ في أسفل الدارة الكهربائية عندي هذه النقطة هذه النقطة وهذه وهذه قمت ملاحظ أنه كل هذه النقطة هي ليس بين هذه العقدة وهذه العقدة أي مكون كهربائي كذلك بين هذه العقدة وبين هذه العقدة وبين هذه العقدة ليس هناك أي مكون كهربائي فقمت بجمع كل هذه النقاط الأربع في عقدة واحدة سميتها النود أو العقدة رقم ثلاثة وبالتالي هذا السيركت يحتوي على ثري نودز نطبق على مثال آخر مطلوب مني كم عدد البرانشز وكم عدد النودز في هذا السيركت وقلنا لا ننسى أن البرانشز متعلقة بعدد الفروع عدد المكونات الكهربائية والنودز هي لا ننسى هي نقطة اتصال بين عنصرين كهربائيين فأكثر نلاحظ هنا بالنسبة للنود عندي هذه العقدة تربط بين من ومن بين مصدر الجهد وبين المقاوم خمسة أوم فتكون هذه العقدة رقم واحد هذه العقدة وهذه العقدة مرتبطة بنفس السلك ليس بينهما أي مكون كهربائي وبالتالي قمت بجمعهم في عقدة واحدة سميتها النود رقم اثنان وفي الأسفل ألاحظ أن هذه العقدة وهذه وهذه كلهم على نفس السلك الكهربائي قمت بجمعهم في عقدة واحدة سميتها نود ثلاثة وبالتالي مجموع العقد هنا هم ثري نودز أما عدد البرانشز فألاحظ عندي المكون الكهربائي الأول هو مصدر الجهد عشر فولت هذا إذن البرانش رقم واحد مصدر التيار هذا هو البرانش رقم اثنين والمقاوم خمسة أوم والمقاوم ستة أوم هذا إذن البرانش رقم ثلاثة والمقاوم ستة أوم والبرانش رقم أربعة فيكون المجموع عندي فور برانشزز في المثال الأخير هذا مطلوب مني determine the number of branches and nodes في هذا السيركوت بالنسبة للبرانشز وهم عدد المكونات الكهربائية داخل الدارة الكهربائية يعني كم عندي من فرع ألاحظ هنا عندي مصدر الجهود برانش رقم واحد وألاحظ هنا عندي كم من مقاوم هذا المقاوم الأول وهو يمثل البرانش رقم اثنين المقاوم رقم ثلاثة قيمته ثلاثة أوم وهو البرانش رقم ثلاثة البرانش رقم أربعة وهي مقاوم كهربائي قيمته ثلاثين أوم والبرانش الأخيرة ومقاوم كهربائي قيمته واحد أوم ويمثل البرانش رقم خمسة فيكون المجموع five branches أما عدد النود فألاحظ أن هذه العقدة وهذه العقدة هما على نفس الخط بدون وجود أي مكون كهربائي بينهما فيكونان عقدة واحدة وهذه هي النود رقم واحد نفس الشيء هنا هذه هي النود رقم اثنان وفي الأسفل هذه العقدة وهذه والأخيرة هذه كلهم متواصلون على نفس السلك الكهربائي فيكونون عقدة تسمى هنا العقدة رقم ثلاثة فيكون مجموع النودز في هذا السيركوت three nodes تسمى هناك